حالة من الفوضى عمت جلسة بمجلس النواب الأمريكي لمسألة الرئيس دونالد ترامب عندما اقتحم نواب جمهوريون قاعة شديدة التأمين وعطلوا شهادة مسؤولة من وزارة الدفاع وتشجع النواب الجمهوريون بعد أن حثهم ترامب على التعامل بصرامة أكبر لمواجهة جهود الديمقراطيين لمساءلته ونحو 24 نائباً جمهورياً لم يكن مصرحاً لهم بحضور الجلسة اقتحموا القاعة حيث كانت لورا كوبر المسؤولة بوزارة الدفاع المعنية بشؤون أوكرانيا وروسيا على وشك الإدلاء بشهادتها في القاعة المغلقة أمام نواب جمهوريين وديمقراطيين وقال مشرعون ومساعدون إن النواب المحتجين شكوا من أن الديمقراطيين الذين يديرون التحقيق يجرونه في السر وبعد تأخير ساعة بدأت كوبر في الإدلاء بشهادتها وتسبب النواب الجمهوريون في مواجهة مع ثلاث لجان بالمجلس يقودها ديمقراطيون قبل أن يغادروا القاعة في نهاية الأمر مما سمح لكوبر ببدء شهادتها وتجري اللجان الثلاثة التحقيق الذي يهدد رئاسة ترامب في الوقت الذي يسعى فيه للترشح لفترة ولاية جديدة العام المقبل وقال مسؤول يعمل على تحقيق المساءلة إن وزارة الدفاع وجهت كوبر لعدم الحضور في الموعد المقرر للإدلاء بالشهادة وكانت كوبر وافقت طوعاً على الإدلاء بشهادتها فاستدعتها لجنة المخابرات بمجلس النواب واستجابت ويتركز تحقيق المساءلة على طلب ترامب من أوكرانيا التحقيق بشأن منافسه جو بايدن من أجل مصلحة سياسية شخصية وبايدن هو النائب السابق للرئيس ويتقدم الديمقراطيين المتنافسين على الترشح للرئاسة في عام 2020 وسعى حلفاء ترامب باقتحامهم القاعة لتركيز الانتباه على ما يصورونها لأنها أسليب مجحفة يتبعها الديمقراطيون بدلاً من سلوك ترامب نفسه ورغم شكوى الجمهوريين من عدم الالتزام بالشفافية يعطي الدستور الأمريكي المجلسة حرية كبيرة في تحديد أسلوب إدارة عملية المساءلة وتحديد قواعد التحقيق ترجمة نانسي قنقر